هو مش حاصل خلافة و اول مرة بعتولي ما كانوش ايلنلي ان رامز و انا ما بحبش اتجودة انا معايك في اي حاجة بس تقولي انا برايحة علي يعني انا بقى عارفة ان انا رايحة لرامز ما تقوليش المقلب مش مهم بس بقى عارفة ان انا رايحة لفلانة انما انا تاخدني كده على ملوشي وتديني قلم على قفاية لما يتعملش معايا كده فادربت التصوير الصراحة اول مرة روحت اول معرفت ان درامز ارجع دلوقتي حالا يرديكي لا طبعا مستحيل اصور انا مش جاية عشان ده فانا نفسيا مش جاهزة اللي بعدها قالولي درامز و ما كنتش عارفة المقلب طبعا و انا عندي مشكلة ان انا ضغطي بيوتا فطبعا في الطيارة ضغطي واتي اه فضغطي واتي ورجعت وبتاع فحتلاقي ممكن اي واحدة قصد واحدة انتي دربتلنا تصوير واحنا جبناكي بتاع وخلاص وعدت على كده واحدة قصد واحدة فان بقينا لو عرفت انو رامز اه لو كده اللي هو لا ما عملش كده انا مقبلش جول انا شغل انتي ممثلة انا ممثلك لانت عايزه بس ابقى عارفة رايحة على ايه يعني ما تقوليش المقلب ما يهمنيش اعرف المقلب ايه خليه ده ليك عشان يبقى فيه برضو عنصر المفجأة وعنصر الان ما يبقاش فيه تمثيل قوي وما يبقاش فيه يعني فهم انما ابقى عارفة فابقى انا نفسيا جاهزة يعني انا لو نزل من بيتنا دلوقتي عشان اعود من الصحابي وقالولي غني مش هغني الاكس بتاعتي مين الاكس بتاعتي ما عنديش اكس انا خالص والله يصدقني ما عنديش اكس انا اكس بالنسبة لناس تانية يعني فيه ناس عاملين لي اكس اللي هو لأ دولي دي لأ انما انا انا مش شايفة حد عشان عملله اكس يعني ما عنديش حد بيشغل بالي يعني يعني ما بقعدش افكر انا عايزة بقى احسن من فلانا لا انا احسن واحدة خدت الفرصة ان انا اثبت ان انا احسن واحدة او ما خدتهاش انا عارفة مقدرتي وعارفة نقدر عملية وعارفة نقدر اوصل فيه وعارفة امكانياتي ان كان جمليا او صوتيا او استعراضيا او تمثليا انا عارفة قدراتي وبانمي من نفسي طول الوقت ويشتغل على نفسي ازاي فمش شايفة حد تاني مش فريق لي حد تاني فمستحيل حط اكس على حد وانا مش هيدود كار انا بالنسبالي عادي لا بالنسبالي هم اللي ممكن مصفيوش النية لسه ما عاربش بقى من عندهم بتاعتهم هو انا زعلت ورديت يعني لما عادي التريق على شعري ان شعري كتير وعادي التريق مش عارفة ايه اخدتها بروح يعني لطيفة يعني يعني حوش الشعر اللي عندك جايت التريق على شعري ده الواحد يتمنى ده بيلبسوا بوريك قد كده عشان عندهم نص شعري في يعني تكلم علي بس عادي اوكي هي دي هو انت طالما خلاص عارف ان هو ده الستايل بتاعه وهو بي الناس حبك كده وبرده ما تنساش فكرة ان اغلب الناس دلوقت بيكره الفنانين كر فضيع جدا فبالنسبالهم الشماتة في الفنان ده بقت يعني فهو برضو ديس على دي ان الناس سعيدة الله بيدعم بينتقم من الفنانين الله